احنا بنتكلم برضو عن مظهر ديني يعني حد حيقولك ده هو سهل لي وجاب لي التأشيرة ما هو ما كانش أصدق يعني هي المشكلة ان انت بتتعامل مع موقف حساس حبتين ما هواش يعني ليه علاقة بحاجة تاني هو شعيرة دينية في النهاية هو قدى طبعا احنا بنقول دلوقتي التوفير هنا التوفير هنا حصل ازاي التوفير النهاردة حضرتك انه هو النهاردة ما قدم لكش اي خدمات هل هو النهاردة قدم مطوفين هل النهاردة هو قدم بساط هل هو النهاردة قدم سكن في مكة وفي المدينة النهاردة هو اللي حصل بالضبط انه بياخدهم يحطهم في سكن رضيء جدا في العزيزية وبيسيبهم هناك وبيمشي لما جت الحكومة السعودية بتطبق القانون الخاص بيها لان تأشيرة الزيارة غير مصرح لها بالحج وبتخرج الناس وبتوديهم بره مكة بره مكان مكة الناس بترجع تاني تروح السمصار هنا اختفى هنا بقى السمصار لواخد 180 ألف جنيه عمل ايه بال180 ألف جنيه خدهم كلهم عنده جابت تسكرة التيران وخلاص هل ألزم بقى بسكن للناس دي في مكة وفي المدينة هل ألزم بتوفير التوافة لهم في عرفات وسكن في عرفات هل التزم بتسكين الناس دي في ميناء هل التزم بان في بصات توصلهم ده ملتزمش بيه يبقى هو النهاردة خد ضعف ما تأخذه شركات سياحة اللي هي أصلا مصعارة من خلال وزارة سياحة نحن النهاردة مفتقتناش على الناس ولو قلت لي حضرتك أن الأسعار زالت هقول لي حضرتك الأسعار زالت لأن معظم الخدمات اللي بتقدم للحاج المصري بتقدم من خلال خدمات في السعودية فالسعر هناك بيبقى بالريال فلما تيجي تحول الأسعار بالريال إلى الجنيه المصري هتكتشف أن الأسعار هي اللي عاملة كده هناك في السعودية لو الخدمات المصرية هنا هتكتشف أن الأسعار هي أسعار السوق الحقي طب أنا بقى حاجة أقول لحضرتك حاجة إحنا إزاي نبعد السمصار ده خلينا نتكلم في الإيجابيات ونقول إزاي نبعد السمصار النهاردة إحنا مصر بناخد واحد في المليون إحنا النهاردة حسب السوح والإسكان إنت عندك النهاردة حوالي هنقول مئة مليون يبقى أنت عليك مئة ألف النهاردة إحنا نطلعين خمسين ألف بس طلعين خمسين ألف بس وتنزلنا عن خمسة وعشرين ألف لأن خمسة وعشرين أفتنام ما يرجعهم إلى السعودية طب النهاردة لو الناس دي كانت أسند إلى شركات سياحة هذا الأمر والناس سفرت الناس في الحكاية دي كانت النهاردة الكارسة قلت شوي نمرة اتنين الضوابط بتقول أن الحج ما يحجش تاني طبعاً الكلام ده لازم يتم مراجعته لأن المفروض والحقيقة كمان لو معايا فلوس ما أنا من حقي أن أنا حج تاني ما أنا هحكي الحضرتك ما بكلمش لحج القرع ما هو أنت النهاردة بتتجه للحج التاني ليه لأن قانوناً أنا بمنعك أنك تحج لما تكون حجة مر بنروح نجيب شارة التحرقات بيقولوا أن أنت روحت الشعيرة وحجيت من عشر سنين من عشرين سنة ما بيدخلكش القرع من التسعينات وعايزة تختم حياتها فعايزة تحج فما بتروح تقدم في القرع ما بتتقبلش لأن هي حجة قبل كده صح فده لابد من تعديل بعض الضوابط اللي هي بتسهل على الناس أنها هتمشي في الحج النظام وده مهم جداً نمرة اتنين احنا قدمنا بلغات كبيرة جداً 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 في حاجة اسمها مكافحة الانترنت في وزارة الداخلية عن طريق وزارة السياحة قدمنا ملف كامل كورفة بهذا الأمر ايه اللي حصل؟ ولا حاجة ليه؟ لأن النهاردة انت بتفتح دكان بتقفل دكان بيتفتح لك مئة ألف دكان سمسة صح فالنهاردة لابد من منع هذا الأرض يعني هم موجودين على السوشيال ميديا في كل مكان حضرتك